هذا الاجتماع كان في مباحثات جامعة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع أورسلا بوندرلاين رئيسة مفاوضية الاتحاد الأوروبي المباحثات الحية ركزت على سبل تعزيز ودعم التعاون بمصر الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة سواء في مجال الغاز أو الربط الكهربائي وكمان تم الحديث عن الاستثمارات لتطوير البنية التحتية لإنتاج الهايدروجين الأخضر كمصدر للطاقة النظيفة أيضا تم بحث قضية الأمن الغذائي والأمن الرقمي والنقل والربط الكهربائي والزراعة والرأي الحديث وتصنيع اللقاحات وتشجيع الشركات الأوروبية على دخل مزيد من الاستثمارات داخل مصر والتعاون الثلاثي بين مصر والاتحاد الأوروبي مع الشركاء في القرى الأفريقية والحقيقة أن السيد الرئيس رحب بقرب اعتماد وثيقة أولويات المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي حتى عام 2027 واللي بتعتبر إطار طموح لتعزيز وتعميق علاقات الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال السنوات القادمة لوضع الأساس لنقلة هائلة في التنصيق المؤسسي بين الجانبين على كافة مصارات التعاون وفي مختلف القطاعات وبما يحقق الفائدة المشتركة للجانبين هنا حضرتك ممكن تبص على هذه التفاصيل من المنظور الرسمي وتقول تمام تعاون بس ترجمة هذا التعاون حصلت للتوى واللحظة فيه ملفين ملف الطاقة والأمن الغذائي